أطلق محافظ قنة أشرف دودي صباح اليوم إشارة بدء موسم حصاد القمح المحلي من داخل حقل أحد المزارعين بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقفة وقال محافظ قنة إن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة تسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذاً لتوجيهة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأضف المحافظ أن إجمالي المساحة المنزارعة بالقمح هذا الموسم بلغت 101 ألف فدان بنسبة 40.4% من إجمال الأراضي الزراعية بالمحافظة وأكد أن محصول القمح المحلي هذا العام مبشر بالخير ويتمتع بجودة عالية ومن المتوقع أن تصل إنتاجية المحصول إلى 200 ألف طن قمح بزيادة 22 ألف طن عن الموسم الماضي زرعين حوالي 101 ألف فدان السنة اللي فاتت كنا زرعين 103 ألف فدان لكن إحنا بنمشي في الرينجي مثلاً بتاع المية واحد لغاية 110 ألف فدان الجمح السنة دي بسم الله إن شاء الله مبشر بالخير المحصول القمح إن شاء الله مجزي السنة دي لأن الجو المناخ كويس فإن شاء الله حيدينا محصول كويس وحنا على الأول هنا بنحصد أول حاجة يعني فإن شاء الله هيكون محصول وفير جهود الدولة باشا كل شيء تمام إحنا عندينا أي حاجة بنطلبها في الزراعة أو في المحافظة في أي حاجة بنلقاه والحمد لله متوفر كل شيء بالنسبة لي ترجمة نانسي قنقر